موسيقى السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث في هذه الحلقة سنصلة بوع على ما تشهده جبهة الحشة في الضالع من تداعية إنسانية منذ أسبوعين تقريبا تخوض الحشة معركة تكاد تكون منفردة ضد ميليشيا الحوثي إلا من شيء من الإسناد من بعض أفراد الجيش الوطني من أبناء المنطقة الحشة عنوان آخر من عنوين البطولة والمعاناة في آن واحد في ظل استهداف ميليشيا الحوثي لسكان القرى والعزل بمختلف الأسلحة ومع ذلك لم تجد المقاومة إسنادا يليق بها ولا دعما يوازي الحاجة الإنسانية الماسة التي يعيشها آلاف السكان في قرى الحشة خصوصا تلك الواقعة في مناطق التماس العسكري وهو ما دفع المقاومة لدعوة الحكومة والتحالف إلى إسنادهم عسكريا وذلك من أجل تصدي للهجمات التي تشهدها القرى من قبل ميليشيا الحوثي منذ الثاني عشر من فبراير الجاري تشهد مديرية الحشة غرب محافظة الضالع مواجهات متقطعة بين مقاتل المنطقة ضد ميليشيا الحوثي التي فجرت الوضع الأمنية بالتزامن مع الحرب الدائرة في حجور في محاولة منها لتشتيت الاهتمام بجبهة الحجور المعلومات تفيد أن الحوثيين بدأوا الحرب على الحشة بالتصعيد الأمن ضد الأهالي في قرية الطاحون وبلاد الحيقي واختطاف مواطنين من نقاط عسكرية في نقيل خشبة والمشهد مصادر محلية متطابقة أكدت أن الحوثيين اختطفوا أكثر من عشرين من شباب الحشة من بيوتهم وفرضوا نقاط تفتيش لابتزاز المواطنين واعتقال الأبرياء في أطراف المديرية بل بلغت تصعيد مداه بتفجير بيوت مواطنين أحدهم منزل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد الحديفي لا تزال المواجهة مستمرة في ظل إصرار الميليشيا على إحكام سيطرتها على القرى والعزل التي تتواجد فيها إلا أنها فوجئت بمقاومة شعبية شريسة فاقت التوقعات الحوثية ومع انكسار شوكتهم لجأ الحوثيون لاستهداف المدنيين الأمر الذي فاقم الوضع الإنساني خصوصا في الدخلة ونقيل دوران إضافة إلى مركز المديرية ما أسفر عن معاناة إنسانية جراء النزوح وجرح العشرات من السكان نتيجة القصف العشوائي لعل تساؤل الملحى يتجسد في غياب الاهتمام الحكومي الفعلي بما يجري في الحشا وقرها من حرب ومعاناة فالوضع يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد الإسناد العسكري المتواضع إذن نبدأ النقاش مشاهدين وينضموا لينا من الضالع الصحفي فؤاد المسلمي رئيس المركز الإعلامي لمقاومة الحشا سيد فؤاد مساء الخير أهلا وسهلا أهلا بك سيد فؤاد يعني بداية لو تضعنا عن أصورة في آخر المسجدات الحاصلة في مديرية الحشا في الضالع يا سادي العزيز أبناء الحشا يخوضون معاركة من أجل الكرامة على مدى 12 يوم من انطلاق المعارك التي تجددت مع ميليشيات الحوثي على أطراف المديرية المديرية كانت يا سادي العزيز مجنبة من الحرب على مدى أربع سنوات في اتفاق بين الحوثيين وأبناء المديرية وعتم الدخول لها لكن ما زال الحوثي خلال الأربع سنوات كان يدخل ويعتقل ويختطف مما دعا أبناء المديرية إلى التصدي لهم بأسلحتهم الشخطية وتوجهوا إلى الجبهات في أطراف المديرية على مدى 12 يوم وميليشيات الحوثي تحاول أن تحدث خرقا في مديرية الحوثي من اتجاه السبرة ومن اتجاه تعز ومن جميع الاتجاهات التي تسيطر عليها المداخل المديرية لشيات الحوثي لكن أبناء المديرية وعزيمتهم ومسنودين بوحدات رمزية من اللواء 83 مدرة و30 مدرة وأستطاعوا أن يكبدوها خسائر وأستطاعوا أن يقفوا تلك الأنجاهية التي تمارسها الميليشيات هذا من جانب المواجهات التي تخوضها أبناء المقاومة والجيش الوطني على مدى 12 يوم لكن يا أستاذ العالمي هناك من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء السكان من تلك المناطق القريبة من الاشتراكات نجد المكلة والمحرم والساكن والصبوة والدخلة ومناطق كثيرة وحبي النعمة والطاحون هناك أسر شردت وهناك أبطال في العراء هناك أبطال ونساء أتجاهوا نحو محافظة إيب لم يجدوا مساكن وهناك أبطال ونساء أتجاهت نحو الظالع وهناك نساء وأبطال أتجاهوا نحوها سمت اشتيد عدد من الأوسى بسبب القصة العشوائي التي تمارسها الميليشيات تريد أن تكسر إرادة أبناء الحشاء نعم لكن سيد فؤاد هنا فقط سأستوضح منك من نقطة محددة كنت قد ذكرتها في بداية حديثك أن ما قاد المنطقة إلى المواجهات هو وصول الميليشية لهذه المناطق ويعني القيام بإجراء محاضرات وخطب وهكذا وهذا مضطر أهالي المنطقة لمواجهتهم يعني نفهم أن هذا السبب الوحيد أم أن هناك أسباب أخرى هناك أسباب كان هناك اتفاق على مدى أربع سنوات بين أهالي المديرية والحوثين بعدم الدخول لها لكن الحوثي خلال الفترة الأربع السنوات حاول إدخال محاضرين حاول دخول إلى أطراف المديرية ومنطقة ساحون وكان كل يوم يختطف عدد من شباب المديرية مازال هناك مختطفين منذ ثلاث سنوات منذ أربع سنوات وليس من المواجهات الآن لكن الميليشيات الانقلابية حاولت تلعى دخول المناطق وتهديد الناس بتفجير منازلهم تريد أن تكسر شوكتهم إلا أن الحوشة توجهوا جميعا إلى الجبهات يا أستاذ العزيز لما تنظر إلى جبهة الحوشة هي منطقة استراتيجية هامة تربط محافظة لاحق وتعز والظالع وإب هذه المنطقة فيها جبال وفيها مناطق مطلة حتى على العدن والعند ولهذا الميليشيات الآن تحاول أن تحدث خرقا من أبناء المديرية وتريد أن تكسر شوكتهم تتمركز في هذه الجبال ونحن نرى موقف حتى الآن سيد فؤاد هنا تحرك الأهلي في هذه المنطقة هل هناك تنسيق مسبق في ما بين الأهالي المنطقة وأيضا قيادات الجيش والحكومة في مسألة أن تتحول منطقة الحوشة لجبهة لمواجهة الحوثي وهل أهالي المنطقة كانوا يمتلكون من السلاح ما يمكنهم من مواجهة هذه الميليشيا والصمود أمامهم يا أستاذ العزيزة أبناء الحوشة في البداية هبوا من كل حدب وصوف من عنحاء المديرية المكونة من 21 مركز في المديرية ذات المساحة الواسعة للدفاع عن أنفسهم بأسلحتهم الشخصية وهناك بعد ثلاثة أيام من المواجهة حصل تدخل أو توجيهات من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة إلى قائدة اللواء ثلاثة مدرة بدعم وحدة رمزية من الجيش الوطني وكانت ضمن المواجهين في الخطوط الأمامية للميليشيات وأحدث إنجاز كبير تلك الدعم لكن ما هو في المستوى المطلوب الذي يتمناه أبناء الحوشة في الأسلحة وفي الذخائر لكنهم صامدون أمام تلك العينجهية للميليشيات الحوثين ولا يمكن أن تنكسر إرادتهم لكن يا أستاذ العزيزة اليوم المقاومة الشعبية في الحوشة والجيش الوطني يوجي نداء إلى محافظة الظالع الذي تهمه المديرية الذي هي مديرية من مديرية الظالع أن يتدخل ويزور الجبهة ويتواصل مع المديرية والتحالف العربي لبعم هذه الجبهة والذي تعتبر استراتيجية من وجه المحللين السياسيين أنها ستطلع على الظالع والعند واللاحق والمسامير هو التخوف سيد فؤاد من الكلفة الإنسانية الكبيرة التي ستخلفها المواجهات في هذه المنطقة خصوصا مع الخذلان الذي ستلاقي هذه المنطقة إسوأة بالكثير من المناطق التي لاقت الكثير من الخذلان من قيادة الجيش والتحالف في مسألة الإسناد وبالتالي بقيت هذه المناطق ضحية لهجمات الحوثيين وتكبد الناس خسار إنسانية كبيرة سأعود إليك سيد فؤاد وسأشرك معنا في الحديث أحد أبناء المنطقة وناشط من أبناء هذه المنطقة سنضم إلينا من ليفربول من بريطانيا المهندس عبدو العتابي سيد عبدو مساء الخير مساك الله بالخير أخي شادي وشكرا لك والقناة بالقيس لتغطية الكارثة التي أسنها أنا في مديرية الحشاء أهلا بك سيد عبدو وفي البداية كيف تلخص لنا مشهد الأحداث في مديرية الحشاء حقيقة أنا أختلف وأتفق شوي مع الأخ فؤاد التلمي صحيح هو موجود أنا بعيد لكن أنا أعتقد أنه أنا سأتطرق للأمر ولأنه بحكم يوصل صوتنا نحن كناشطين أو حريصين على المنطقة لستور طبعا المقاومة لا ننكر ما قاموا فيه لكن أنا سأتطرق للمشكلة بطريقة أخرى حرقة للمنطقة لأن الأخذ الأخفار يتطرق بأنها صحيح أن مديرية الحشاء هي مرتفعة وأنها تهدد للاحق وأنها تهدد كذا لكن أعتقد أنه تركيزا أنا شخصيا أنا كمواطم من أبل الحشاء وأريد أتطرق لأنه إذا وصل الحوثي إلى نهاية الحشاء ستكون الكارثة علينا أولا قبل ما نهم اللحق وغيرها هذا من أمر الأمر الآخر الأخفار صحيح حصل اختطافات وحصل اختفزازات لكن يجب أن أنا لازلت أصر ومصر على أنه يجب أن يعني يجب أن نخرج مديريتنا لأنه لا نريد أن نكون منطقة استنزاف يعني فقط الحوثي لأنه إلى الآن الأخوات يقول أنه في ألوية وكذا صحيح هي على مؤمنة الخطة الضالع الخطة الزيفلتي ومصح في مشاركة رمزية لكن أنا إلى الآن لأسمع من الشرعية أو من اتجاه الكيك حقيقة بأنها أصبحت منطقة عسكرية أو منطقة مواجهة من قبل من السلطات المحلية في الضالع أو من الشرعية من الجيش الوطني لا أسمع هذا كحسب متابعته الأمر الآخر أنا أريد أتكلم هنا بأسم يعني برأيي أنا كأ يعني أحد أبناء المنطقة لأنه نحن مرينا في أربع سنوات واستطاع واستطاع وقهاء وقهاء المنطقة الحفاظ على المنطقة وحصل بعض الأخروقات بعض وكان حكماء في التوصل إلى أخراج المتيرية أنا أعتقد أنه لازلنا أنا شخصيا أنا أعتقد أنه لأعتماد على على إدخال قوات الكيش أنا لأنه يعني تاريخيا تاريخيا في الحشة وهذا أنا وأنا تاريخيا لا يقبل الحشة مش من الآن لا يقبل أي واحد يأتي من الجيش وهذا حتى في حروب التشطير أيام زمان في أيام علي عبد الله صالح إذنما أتى يعني تم يعني رفض كعبي كامل أنا أعتقد أنه إذا في مقاومة وإذا حقيقية والذي يقاومين اليوم هم أبناء المنطقة يعني صحيح الجيش لا ننكر أنه لهم ضخمة لكن أبناء المنطقة هم من تداعوا من تركوا من كان فوق من أطراف الحشة من قبل الحشة من الهيك من المراوسة من الكربي من المحموذي من كل الأطراف مواطنين عندما الاستفزاز الذي حصل من الحوثي وأنا ذكرته في مخابلة قبل أنه اللي حصل حصل خرق لم يتم الحوثي كان من المفترض أن ينقل هذا الموضوع إلى لقنة التهديئة من المشايخ اللي هو من طرفنا ومن طرف الحوثيين لكن الذي حصل ردت فعل الحوثي أنه أتى وفكر بيت أحد المواطنين واليوم الأخي يقول البيت العميد عبدالله أنا أقول أنه مجلس هذا بني لكي يجلسوا الناس وكذا وليس بيت عبدالحوثي وهذه الرسالة الذي الحوثي يعطينا رسالة بأنه هذا المشروع الذي نقدم لكم يا أبناء الحشة يعني اللي في ضران ولا في عتابة ولا في مسالمة ولا كربي ولا كذا يقول لنا المشروع الذي يقدمه أني أتي أفكر بيتك فنرجو يعني أنا أعتقد أن النسيق نحن في أبناء الحشة حريصين على النسيق الاجتماعي وأي شخص يعتقد بأن دخول الحوثي دخول الحوثي هو سيد فواد نحن هنا نركز أيضا على نقطة سيد عبدو يعني في مسألة المواجهات وتجشين أي مقاومة بأي منطقة نحن لا نقلل من دور المقاومة المقاومة هي أساس في يعني صد المشروع الحوثي على الخارطة اليمنية ولكن نحن نقول أنه في حال تشكلت مقاومة في أي منطقة يعني إذا كانت تنظر هذه المقاومة أن لديها كل الإمكانيات لمواجهة يعني ميليشيا الحوثي في أي منطقة كانت فلتكن المقاومة هنا أما أن تنطلق مقاومة وتكون الكلفة الإنسانية كبيرة على أهالي المنطقة الحوثي لا يأبه بالناس وهنا نقول هل ما يعني مقاومة مناطق الحوشة يعني كان هناك تنسيق ما بينها وبين التحالف كي تبدأ المواجهات في هذه المنطقة ويكون هناك إسناد وبالتالي تحرر هذه المنطقة بشكل سريع لا هو المقارنة بالنسبة للتسليح بين أبناء الحوشة وما يملكون الحوثي يعني فارق كبير جدا هذا يعني للعلم في صمود رفض شعبي رفض شعبي بحكم أن المديرية كلها كل أبناءها في كل جبهات القتالة الأمر الآخر أنا أريد استنتج من هذا يعني أوصل لرسالة إلى أنه أقول لأبناء الحوشة بمنهم حتى بمنهم مع الحوثي وبمنهم مع المقاومة بأنه دخول الحوثي إذا كنا حافظنا أربع سنوات على النسيق الاجتماعي فإن دخول الحوثي سيدمر النسيق الاجتماعي وسنوصل أنه أننا نعمل عام المساعد إذا كانت الشرعية إذا كانت الشرعية للآن لم تعلن أنا لم أسمع بإقليار رسمي أنها تعلن بأن الحوشة منطقة يعني مواجهات مع الحوثي لم يعلن ولم ينصل الدعم تخيل يا أستاذ شادي وأنا أقول هذه بكل أمانة إلى أنه لا يوجد لا يوجد حتى يعني إثعافات أولية للمقاتلين يعني هذا هذا عبث هنا الكارثة يعني أقصد أنه يعني مواجهات وبالتالي خذلان في المقابل لا يوجد أي دعم حتى في الجانب الصحي يعني هنا الكارثة الإنسانية تكون كبيرة ومن يتحملها هو المواطن البسيط الذي يعيش في هذه المناطق سأعود إليك سيد عبدو وسأذهب بالسؤال هنا للسيد يعني فؤاد المسلم رئيس المركز الإعلامي لمقاومة الحوشة يعني سيد فؤاد يعني اليوم المنطقة تشهد مواجهات مفتوحة ما بينها وبين الميليشيا يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه المقاومين في هذه المنطقة أبرز التحديات نريد من الجيش الوطني في الظالع ومحافظة الظالع في زيارة الجبهة وتوديه بإنشاء مركز أو مستشفى ميداني للمقاومين مع العلم أن هناك في مراكز صحية في المناطق التي تدور فيها بس مراكز صحية عليها الدعم والإمداد لكن يا أستاذ العزيز هنا نواجه نطلق صرخة مناشدة للنازحين الذين توجهوا أبر محافظات عدة المحادة للحشاء للمركز سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر التركي وجميع المنظمات لدعمهم والإيواء لتلك الأسر النازحة الذين لها مناطق الاشتباكات في النسبة للمقاومين وجهوا اليوم في بيان لهم إلى مديريات الشعيب ولزارق والحصين وقعطبة بنجلتهم والدفاع عن الخط الأمامي للمحافظة بأكملها وليست للشفقة لكن يا أستاذ العزيز هناك هناك تخاذل نسبة بسيط سيتجاوز وإن شاء الله ستدعم الشرعية وستدعم التحالف لأن المنطقة يا أستاذ العزيز هي اتراتيجية هي مطلعة على العمد ومطلعة على كثير من المحافظات ولهذا الشرعية لا يمكن أن تتركنا وتخذنا عن نواجر الحوشي لحالنا نعم إذن كيف أنتم تقيمون موقف الحكومة الشرعية وأيضا قيادات الجيش في التعاطي والتعامل مع قضية الحوشة حتى اللحظة قيادة الجيش المتواجد في استدرين واللواء 30 مدرع في حمك وكذا ما زال يمدنا بالأفراد ما زال يدافع معنا في الخطوط الأمامية ويواجه وهذا محسوب لقيارة الجيش وهناك تحركات من قيارة يعني الإمداد الذي قدم لكم هو بما يساعد في مسألة الدفاع ولا توجد مساندة أو دعم كبير من ألوية عسكرية بحيث تتقدم القوات لتأمين المنطقة وترد الميليشية منها وبالتالي كان وضع الجيش كوضع المقاومين هناك هو مسألة الدفاع نعم مديرية بحكم المحررة لم يتبق إلا ثلاثة واربعة كيلو من منطقة الطاحون إلى مديرية السبروئد فقط هي بحكم المحررة فقط الآن نحن في الخطوط الأولى ولم نسمح للحوثي أن يتحم ويعبث ويفكر ويشرد لكن نحن نطلب السند من الشرعية ومن الحكومة الشرعية الأحزاب السياسية قبل ثلاث أيام أصدر بيان واضح ودحة التحالف والحكومة لدعم أبناء الحوشة الثامدين في وجه الماليشيات الإنقلابية وأمس الحكومة في عدن أيضا تصدر بيان أو توجي إلى محافظة الضالة للتحرك ودعم المقاومين وإن شاء الله سنلمس سنلمس الدعم في الأيام القادمة لكن لن نسمح لماليشيات الحوثي أن تعبث وأن تفجر أما بالنسبة للبيت الذي فجرته المنزل أو مجلس كبير كان يتبع اللواء الرقم عبد الحذيف رئيس الجزام السياسي فهو مجلس سبيل لناه على نفق في الخاصة ومنزل يعني فإذا كان سبيل وفجرته الحذيف هذا أقرم أقرم فالميليشيات لا تفرق بين السبيل وبين الجامع وبين المدرسة فهي تنتهك العراض هناك واصل متواصل بالخطوط الأمامية على المناطنين هناك اختطافات متواصلة من قبيلة الحذيف وغير الحذيف تمارسها الميليشيات في المحافظات المجاورة في تعز ووائد هناك لا يمكن أن نسقط وأن نقول خضلات مشرعية نترك المجال للحوثي وضحت الصورة الصحفي فؤاد المسلم رئيس المركز الإعلامي لمقاومة الحوش شكرا جزيلا لك وأعود لضيف في سيد عبدو العتافي ناشط من أبناء منطقة الحوش سيد عبدو كيف تنظر لاشتراك الجميع من كل الانتماءات في مقاومة شعبية موحدة في هذه المنطقة أولا أريد استطيع أقول لك بالتأكيد مئة بالمئة بأنه بأن الذي حصل تفجير البيت في الأحذوف الناس طبعا كل الوجهات الموجودة في الحشة من ضمنهم المروسي والمحمودي والعتابي والحذيزي والمسلمي والكربي أيضا يعني كل الشخصيات الاعتبارية في الحشة يعني لا تطلب الحرب وإنما حصل حصل التفجير أنه كثير من المقاومين من هم في الجبهات موجودين هذا حقيقة يعني هم اللي استدعوا ذهبوا يعني بأسلحتهم الشخصية إلى هناك صحيح في فارق تسليح صحيح في رفض شعبي بالنسبة للحوثي وكثير من ما هم اللي يسمحون من أنصار الله اللي هم معيني من أبناء المنطقة يعرفون أنه إذا دخل الحوثي وأنا أقولها إذا دخل الحوثي بأنه إذا أدخلتم الحوثي إلى داخل مدينة الحشة سينتهي النسيج الاجتماعي الذي كان موجود هذا يجب أن يكون واضح ويجب أن يكون صريحين أيضا يقال أن هناك من أبناء المنطقة يقاتلون في صفوف الحوثي سيد عبدو ليس بالشكل الكبير يعني أنا أنا سطيع أقول لك أن هؤلاء اللي موجودين واللي هم مشرفين من قبل الحوثين هم ناس قتل وقطع طرق ليس يعني هذا الذي أشعل المشكلة هذه لأن الذي حصلت أنا بكل صراحة في الطاحون هو أنهم من قبل العباد وطرف آخر اللي هم الحيقي هؤلاء وهذا الكلام يعرفونه أنصار الله بأن هؤلاء قتل يعني عندهم مشاكل يعني قطع طرق كانوا يتقطعون حتى للناس في الطرق يعني يعينه مشرف وهذا يريد أن يدخل يريد أن يكسب من الحرب نحن نرفض الذي يدخل مديريتنا يعني يستعمل يستخدم أبناء المنطقة للتجارة وكأنه يعني يريد أن يكون يعني هذا وضحت فكرتك سيد عبدو لكن يعني في الأخير باختصار هنا فقط يعني لضيق الوقت يعني لو لديك رسالة أوات قولها من خلال الحلقة نعم أنا أوجه رسالتي إلى مشائخ الحشة وخصوصا أنا أعتمد على رسالة الشيخ كثير من المشائخ المروسي الشيخ المروسي والشيخ المحمودي والشيخ ذري أيضا بالطرف الآخر والحديفي وكل الأطراف التي سمعنا بيانات وأنا أعتمد أنه أبناء المنطقة الذين هم مع الحلثين والذين هم أنا شخصين أثق فيهم وهم كانوا عامل أساسي في استقرار المديرية وإيضا مشائخ وعيان إذا كان إذا كان إذا كان هم حريصين على المنطقة فيجب أن يعملوا حل لإيقاف هذا العبث لأن النجوح يا أخي النجوح الذي حصل والمعاناة اللي يعاني وخاصة في منطقة الأحذوب وبلاد الحيقي وهذه المناطق في كل القرى هذه يعني شيء يعني ينزلها الجبين ومع الأسف في وضحت السورة من الشرعية في خذلان يعني للدعم للناس اللي خرقوا من المديرية ونزحوا من بيوتهم أشكرك سيد عبد العتافي ناشط من أبناء أو من أبناء منطقة الحشة كنت معنا من مدينة ليفربول البريطانية شكرا جزيلا لك وسينضم إلينا الآن خالد الماروسي مسؤول لجنة الإغاثة في الحشة بالضالع سيد خالد مساء الخير مساء النور حجات الله أهلا بك سيد خالد يعني كونك مسؤول في الجانب الإنساني في هذه المنطقة لو تحدثنا عن الجانب الإنساني وحجم المعاناة في الحشة أنا أحدثك الآن البريطانية تقصد الأحياء السكانية سواء في جبل الأحدوف أو باتجاهات الدخلة وغيرها نعم الجانب الإنساني نجحت كثير من الأسر إلى مناطق متعددة نتيجة القصف وما تقوم به الموليشيا حاولت سد المنافذ التي تربط المدينية بمحافظة الضالع وأيضا باتجاه سعز وأيضا حتى باتجاه لزارة نعم هي لا تراعي في السكان سواء العجزة أو المدنيين لا دينا ولا ملة أهمها لأنها ترفع شعار الموت نامجها الموت القتل وغير ذلك فهي لا تعرف للحياة في قاموس هناك أثناء تسليم اليونسيف أكثر من ثلاثمائة حالة واندلعت الاشتباكات فلم تستطع هذه الحالات الفقيرة للإغلاق الطارئة أو للحوالة النقدية الطارئة أن تستلم ولم تستطع لجان الدراسة حالة أن تصل بسبب إغلاق الكثير من المنافذ والاشتباكات في الحديث من الأماكن وهجرها السكان نعم الجانب الإنساني سيء سيء طيب يعني السلطة المحلية ما هو دورها حتى الآن سيد خالد يعني هل هناك تحرك أو دعم من قبل السلطة المحلية وأيضا الجانب الحكومي قلت المحلية لا يوجد بعيدها أي شيء لا ميزانية ولا تستطيع إلا ما يأتي من المنظمات إذا وبدأ المنظمات إلى الآن لم يأتي لا هلال الإمارات ولا المركز الملك حتى المنظمات الإنسانية كما نفهم منك المحلية والدولية لم تتواجد في المنطقة حتى الآن لم توجد إلى الآن كثير من الأسر نزحة لا تمتلك شيء لأن مديرية فقيرة جدا السوسي وميليشياتو يريد الوصول لأتمام الغبال في الحشال يهدد كثير من المديريات في الظالع منها لزارق والجحاء وأيضا الظالع وفعطبع يستطيع عن طريق الثلاثة والعشرين أن يضرب إلى داخل الجحاء وإلى الجحاء لديكم إحصائية بعدد الأسر النازحة حتى الآن سيد خالد والله لا أعلم لأن نزهت كثير من الأسر في استجاهات متعددة بعضها 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 نجح هناك بعض الإخوات اللبنان بالتسجيل والتواصل لأن العملية سارت بسرعة بشكل كبير هناك سلم في هذه المديرية لكن قبط على هذا السلم وشردت ناس لا تجد حتى المهوة لا خيمة لا غزة لا دوال لا مستن لا أي شيء نعم إذن وضحت الصورة شكرا لك خالد المروسي مسؤول لجنة الإغاثة في الحشة بالضالع شكرا جزيلا لك وبهذا مشاهدين نصل إلى اختام حلقة الليلة أشكر أيضا ضيفية كان معنا من مدينة الليفربول بناشط من أبناء الحشة والشكر أيضا للصحفي فؤاد المسلم رئيس المركز الإعلامي لمقاومة الحشة وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديعطة وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر